اشتركوا في القناة فسيرته محفوظة حفظا عجيبا في القرآن وفي السنة بل لا يوجد بشر في الدنيا من أولها إلى آخرها وإلى أن تقوم الساعة بشر محفوظة سيرته بتفاصيلها ودقائقها في منامه في يقضته في بيته في سوقه في مسجده في حضره في سفره مع الأجانب مع الأغراب مع الأعراب مع الصحابة مع الكفار مع المسلمين مع اليهود ما يوجد حفظه إلا محمد صلى الله عليه وسلم بكل دقائقه وتفاصيله مكتوبة ومحفوظة ومتواترة لماذا حفظها الله حينما عمرنا أن نتأسى به حفظها لنا حتى لا نتأسى عمياني نتأسى بشخص كأنه يمشي معنا حتى طريقة أكله حتى طريقة نومه بل حتى مشيه كيف يمشي هل هو محلوسة ولا هذا محل الكلام عند الوصولين في كلام طويل الجبلي موجبلي لكن مقصودي أن حتى طريقة مشي محفوظة كيف يربس العمامة وكيف يربس الثوب وكيف يربس الإزار والرداء وكيف أحرم وكيف أكل وكيف يشرب حتى كيف يحلز وكيف يتغوّق ما في بشر حفظ مثلا كيف يستاك كيف يصلي كيف يزل كيف يركع كيف يأكل كيف يغزو شي شي محفوظة والقرآن أيضا محفوظة حتى أحيانا خرجات النفس بذكورة وتخفي في نفسك والله مبدي وتخشى الناس والله أخوة تخشى هذا البذكور عم حفوظة عبسة وتولى أن جاء العم تبتغي مرة عزواجك لو كان القرآن عند محمد كمسح هذا كله كل شي محفوظة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لنا ونحن بشر ليس ملائكة وهو تصرفاته يتلسى بها لأنها للبشر ولو جعلناه ملائكة لأنه رجلا الكفار يقولنا نريد ملائكة ما يمتع سابه ملائكة لأن طبيعتنا البشيرة غير طبيعة ملائكية ولا نبسنا عليهم ما يلبسوا فإذن هو لا شك أنه طبعا هو أفضل الخلاق علي طرق أفضل من الملائكة وأفضل من جبريب وأفضل من أنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام لكنه يبقى بشر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليكم